فجأة تحرك الحوثيون بطريقة مختلفة عما سبق تحركوا بطريقة مختلفة عن الطريقة التي اعتمدوها في الأسابيع القليلة الماضية في الأسابيع القليلة الماضية قام الحوثيون بإطلاق مسيرات بإطلاق بعض الصواريخ الباليستية فوق البحر الأحمر وصولا إلى منطقة إيلات ومحيط مدينة إيلات الإسرائيلية بعض الصواريخ سقطت في الأردن بعضها الآخر على الأراضي المصرية في سيناء المصرية وبعضها الثالث سقط في محيط مدينة إيلات قيل أنهم استهدفوا تل أبيب لا نعرف ليس هناك من تأكدات عن استهدافهم تل أبيب أو استهدافهم أهداف أو مناطق أخرى مختلفة عن إيلات وخليج العقبة في كل الأحوال لم تؤثر هذه العمليات وهذه الإطلاقات من قبل الحوثيين على سير عملية في غزة وعلى الحرب في غزة ميدانيا لم يكن هناك من تأثير لا تكتيكي ولا استراتيجي إلى حد أنه لم تعطى أهمية من الناحية العملية أكان من الإسرائيليين أو حتى من الأمريكيين أما البارحة ما هو مهم هو أنه في بداية النهار قام العميد يحيى سريع وهو ناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الحوثية بإعلان صريح بأنه سيتم اعتراض سفون تحمل إما العلم الإسرائيلي أو أنها تعمل لصالح شركة إسرائيلية أو أن من بين تواقمها هناك إسرائيليون بمعنى آخر أنهم سوف يتحركون على صعيد الملاحة في البحر الأحمر وباب المند مساء أعلن عن اعتراض سفينة جالاكسي ليدر وهي سفينة يقال بأنه يملكها رجل أعمال إسرائيلي هي مستأجرة من شركة بريطانية لا نعرف ما هي هذه الشركة وتحمل العلم البانامي وليس بين طاقمها أي من الإسرائيليين أو من يهوديي التابعية هناك من جنسيات مختلفة وكانت آتية من تركيا وذهبة نحو الهند وتحمل سيارات وأي عمليا سفينة تجارية تحمل سيارات تم الاتيام بها إلى أحد الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لكن لم يحدث أي حادث أمني بمعنى أنه لم يتم إطلق نار لم يتم استهداف الطاقم ولا إعطاب حتى السفينة بكل الأحوال تم تسيطر على هذه السفينة المهم بهذا الأمر بأن هذه الحادثة هذه العملية تضع في الضوء تعيد تسليط الأضوى على وضع الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحساسة جدا هذه المنطقة الحساسة وهي جنوبي البحر الأحمر وعمليا كل البحر الأحمر لأن البحر الأحمر جنوبا هناك باب المندب وسنتحدث عن باب المندب لكن في الشمال هناك المعبر المهم والقناة المهمة التي تسمى قناة السويس في الأراضي المصرية وللذين لا يعرفون يجب أن يعلموا بأنه 13% من مجموعة التجارة الدولية تمر في هذه المنطقة وتعبر في هذه المنطقة يعني من باب المندب وصولا إلى قناة السويس وخمسة إلى سبعة بالمئة من صادرات النفط ومن إمدادات النفط تمر بباب المندب إذن هناك ثقل إذا صح التعبير هناك تأثير إذا صح التعبير وهناك إثارة لأن هذه الحادثة خطيرة بمعزل عن الموضوع الإسرائيلي أو محاولة الضغط على الإسرائيليين لأن عمليا لن يكون هناك ضغط عملي على الإسرائيليين بالوقت الحاضر ربما لاحقا إذا تعددت وإذا تكررت هذه الأحداث اعتراض السفن وربما اعتراض سفن بحرية إسرائيلية لأنه للعلم هناك قاعدة بحرية إسرائيلية تعرضت في 26 أكتوبر الماضي وهي موجودة في أرخبيل في أحد الجزر في أرخبيل دهلك التابع للجمهورية الأريترية قبالت الشواطئ اليمنية من نبعيد عن الشواطئ اليمنية تعرضت لإطلاق صواريخ ولسيما أن هناك محطة رادارية مهمة جدا محطة التنصل مهمة جدا للجيش الإسرائيلي إضافة إلى مرفأ للقطع البحرية الإسرائيلية ومدرجات للطائرات الحربية الإسرائيلية بين الفينة والأخرى نكتشف بأن حتى البحرية الأمريكية تصل إلى هذه القاعدة وترابط فيها لبضعة أيام تزورها تجري بعض التدريبات مع القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة إنها منطقة ونقطة حساسة جدا يعني أرخبيل دهلك وهو أرخبيل مهم يتحكم بباب المندب بجزء أساسي من البحر الأحمر وقبلته هناك جزر كمران هذا أرخبيل من هنا انطلقت العملية العسكرية ضد سفينة جالاكسي ليدر الإسرائيلية إذا جازت تعبير بأنها إسرائيلية وتم اختطافها إذن نحن أمام معطى جديد ومعطى يسلط الأضواء على مسألتين مهمتين جدا المسألة الأولى هي التجارة العالمية وطريق التجارة العالمية لأن هذا المعبر ليس بحرا ثانويا ليس معبرا ثانويا إنه معبر يؤثر على التجارة الدولية وأيضا هناك حرية الملاحة وخلاصية حرية الملاحة في المياه الدولية لا المياه الإقليمية العيمنية ولا المياه الإقليمية للدول في الجهة الأخرى إذن حرية الملاحة طبعا يقول الحوثيون أنهم أعلنوا الحرب على إسرائيل وأنه بمجرد إعلانهم الحرب على إسرائيل أجازوا لنفسهم اعتراض كل ما يمس وكل ما يتعلق وكل ما يرمز إلى إسرائيل أكان طائرات أو كان مدن أو كان سفن أو كان أي مصلحة من المصالح الإسرائيلية على قاعدة أننا في حرب مع إسرائيل لكن هل يكفي ذلك لتبرير ما حصل البارحة؟ ربما بالنسبة لدول أخرى وبالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة لدول أساسية في المنطقة كانت المملكة العربية السعودية أو كانت مصر أو كانت حتى الأردن والأمريكيين طبعا والمجتمع الدولي بشكل عام أن هذه منطقة حساسة وهذه منطقة دولية ويحرم ومن الصعب ومن الصعب القبول لبل ربما من المستحيل القبول بأن تمس حرية الملاحة لا حرية الملاحة في منطقة باب المندب ولا بهرموز مضيق هرموز ولا في قناة السويس ولا في قناة باناما ولا في القناة سنجافورة الأخرى كل هذه المعابر وهذه الممرات البحرية هذه ممرات دولية عمليا حتى لو كانت هناك حالة من الاحتقان بين أطراف المعادلة لكن نحن نذكر بأنه في فترة من الفترات لمدة أعوام أقفلت قناة السويس لأعوام بعد حرب 1967 وعيدة فتحها بعد حرب 1973 واتفاق فك الارتباط وفك الاشتباك ما بين المصريين والإسرائيليين ثم معاهدات السلام المتتالية التي حصلت بين مصر وإسرائيل لكن لابد من التفكير قليلا بهذه المنطقة هذه المنطقة حساسة والحوثيون يبدون وكأنهم يعملون بطريقة قد تزعج الأفريقاء الإقليميين والأفريقاء الدوليين هناك من يقول أن الحوثيين تحركوا بناء على إشارة إيرانية مثل ما يقال بأن الفصائل الأخرى تتحرك بناء على إشارة إيرانية كان في لبنان أو كان في سوريا أو كان في العراق وهذا أمر ممكن وهذا أمر ليس بالمستحيل ويمكن أن يكون مرجحا لأن إيران هي رأس الحرب في هذه المنطقة فيما يتعلق بهذا المحور وإيران هي السند والمرجعية الأساسية لكل هذه القوى لحزب الله للحوثيين للفصائل الموجودة في سوريا وللفصائل الولائية الموجودة في العراق التي تهاجم منذ عدة أسابيع القواعد الأمريكية أو أماكن تواجد القواعد الأمريكية وهذه القواعد الأمريكية موجودة في كل من العراق وكل من سوريا وأكثر من ستين عملية استهداف لهذه القوات الأمريكية طبعا لم يسقط قتلى في كل هذه الاستهدفات هذه الاستهدفات كانت استهدفات ربما هي رسائل أكثر مما هي استهدفات ولسيبا بأن الإيراني منذ اليوم الأول قالوا بأنه بما يتعلق بحرب غزة لم يكونوا على علم بعملية حماس في 7 أكتوبر ورددوا هذا الأمر والأمين العام لحزب الله سيد حسن صلى الله قالها مرة ومرتين وكل المسؤولين المعنيين بهذا المحور قالوا بأنه لم يكونوا على علم بهذه العملية أكثر من ذلك جرى تسريب مضمون محادثات ما بين المرشد الإيراني علي خامنئي والمسؤول في حماس إسماعيل هنية الذي زارها طهران في بداية هذا الشهر عبر وكالة رويترز وكالة رويترز وكالة من أكبر الوكالات ربما هي أكبر وكالة أنباء في العالم وهي أهم الوكالات في العالم إذا استطعنا أن نقيمها كوكالة أنباء اعتمدت هذه الوكالة لتسريب مضمون طبعا نفي فيما بعد هذا المضمون هذه المحادثات لكن جرت تسريب وجرت تسريب على أعلى المستويات بأن المرشد علي خامنئي قال لإسماعيل هنية أنتم دخلتم الحرب من دون أن تقتروا أحد ونحن لا نستطيع أن ندخل في الحرب بناء على توقيتكم وعلى توقيت حركة حماس لأن الأمور تحتاج إلى تفكير أوسع وأعمق وهناك حسابات أخرى تدخل ولن ندخل مباشرة في الحرب إنما سنقف إلى جانبكم معنويا وسياسيا ربما اقتصاديا ولذلك عدنا وسمعنا بعد ذلك بأيام قبل ثلاثة أيام الأحد أركان المجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني وهو غلام حداد وهو تربطه وصلاة قربة مع المرشد عائلية مع المرشد يقال بأنه ابنته متزوجة من مشتبى خامنئي لست متأكدا شخصيا سمعت وقرأت ذلك لكن لا أستطيع أن أقول بالمئة في المئة أن هذا المعطى هو معطى حقيقي بكل الأحوال هو يعبر وهو من القيادات التاريخية في هذا التيار المتصلب والأصولي الحاكم في إيران اليوم قال بأنه نحن لم ندخل في الحرب لم نكن على علم لم ندخل في الحرب على قاعدة أن الحرب ليست مع إسرائيل العرب كانت ستكون مع الولايات المتحدة وهذا ليس في حسابات إيران بأن تدخل في حرب مع الولايات المتحدة بالرغم من كل الشعارات وقد قال هذا الكلام على إحدى القنوات من التلفزة الإيرانية بالرغم من كل ذلك أريد أن نقول بأنه مثلا رفع شعار في العراق مؤخرا منذ بضعة أسابيع منذ ثلاثة أسابيع جبهة تحرير أو الجبهة الإسلامية لتحرير العراق عمليا يعني الفصائل الولائية وأنه فتحت حرب تحرير العراق من الاحتلال الأمريكي عمليا هذا شعار والإيرانيون يعرفون بأنه ليس هناك من خروج ولا من إمكانية لخروج الأمريكي من العراق لأسباب ربما حتى تتعلق بمصلحة الإيرانيين أنفسهم وبمصلحة اللعبة التي تلعبها الولايات المتحدة مع الإيرانيين على أرض العراق صعي أن الإيرانيين يمسكون بالحكومة حكومة محمد شيع السوداني ويمسكون بتركيبة الإطار بكل الإطار الإطار التنسيقي وهو عمليا هو حلفاء إيران وهم اللي يمسكون بتلبيب وبتفاصيل هذه الحكومة ويسيطرون عليها وستطاعوا في مكان ما وأنا لا أريد أن أتدخل يعني انتلاقا من هنا من حيث أنا موجود في صلاحية أو في دستورية أو في قانونية قرار المحكمة الدستورية العراقية العليا التي ألغت نيابة ممثل المكون السني في التركيبة الرئاسية العراقية وهو محمد الحلبوسي لكن تم تطهير محمد الحلبوسي ورمز سني طبعا رمز سني منفتح على المكون الشيعي وعلى الإيرانيين وعمليا ليس معاديا لهم لكن تمت الإطاح به وتم يعني تمت عرقلة العملية السلمية أو العملية السياسية إذا صح التعبير في العراق وخصوصا بأن هناك مشكلة مع المكون الكردي الذي يتعرض لحصار من الإيرانيين ومن حلفائهم في مكان ما وأضف إلى ذلك بأن هناك مشكلة داخل المكون الشيعي لسيما بأنه عاد مقتدى الصدر والتيار الصدري إلى إدارة محركاته السياسية وخصوصا بأنه أدارها بطريقة مختلفة عما سبق يعني الانتخابات القادمة، الانتخابات الجهوية أو الانتخابات المناطقية في العراق القادمة بدل أن ينخرط فيها، انخرط في معارضتها وفي محاولة تعطيلها وفي محاولة قطع الطريق عليها وهذه طريقة ربما طريقة مقتدى الصدر للعودة إلى اللعبة السياسية وهناك بعض الاحتكاكات في المحافظات الجنوبية العراقية ذات الغالبية الشيعية تبعناها وشاهدناها ولمسناها ما بين عصائب الحق منوعة عصائب الحق والتيار الصدري وكانت هناك اشتباكات واحتكاكات مسلحة بين هذه الأطراف إضافة إلى احتكاكات حتى في كربولاء وحتى في بعض المناطق في النجاف إذن يعني الوضع العراقي غير سوي ولكن الإيرانيين يحاولون أن يعطوا انطباعا بأنهم يشاركون في مكان ما بالمجهود الحربي لحركة حماس بوجه إسرائيل استهداف القواعد الأمريكية التنف وغير التنف كونيكو حق القونيكو حق العمر قاعدة الشدادي بعض القاعدة عين الأسد وهي قاعدة أساسية كل هذه القواعد وأكثر وأخرى قاعدة الحرير في منطقة كردستان مطار أربيل أيضا استودف عدة مرات حوالي ربما 60 أو 65 عملية متراكمة تتراكم لكن واضح بأن الإيرانيين لا يريدون أن يتخطوا الحدود بالموضوع الأمريكي حصلت بعض الردود الأمريكية ردوا مرتين مرة في 26 أكتوبر الماضي ومرة أخرى في بداية هذا الشهر لكن الرد يعني الهجمات والرد على الهجمات لا تزال ضمن قواعد اللعبة المقبولة والمحبولة من الطرفين إنما طبعا هناك نقطة أخرى وتتعلق بالوضع الذي يجب أن نتحدث عنه قبل أن نصل ونختم في موضوع غزة تحديدا وموضوع ما هو الأفق ما هو الأفق الزمني لهذه العملية العسكرية الإسرائيلية وهذه عملية عسكرية إسرائيلية شديدة الخطورة شديدة الدموية شديدة التدمير وهي تسحق هذا المكان أو هذا القطاع المليء بالناس حتى في الشمال هناك 100 إلى 150 من مواطنين من الشمال القطاع غزة لا يزالوا تحت الأنقاذ مش تحت الأنقاذ خلينا نقول تحت القصف وتحت الخطر بأن يتم استهدافهم وهم في بيوتهم أو هم مختبئون أو ربما هم في طريقهم للهرب إلى المناطق الجنوبية وإلى النقاط الجنوبية ملف المهم الذي أريد قبل أن أنهي بغزة أريد أن أتحدث بكلمتين عن وضع الأردن الأردن في خطر الأردن في خطر حقيقي والملك يعرف ذلك وأعيان المملكة الأردنية يعرفون أنهم في خطر وأنهم في خطر محدق وأن هناك من يحاول أن يطوق الأردن بجملة من الأخطار الشديدة الأهمية والأخطار الوجودية للأردن أولا هناك المسألة التي تصدى لها الأردن ومصر معا بنفس الوقت وبالتزامهم مسألة تهجير الفلسطينيين جزء منهم الجزء الأساسي الموجود في غزة إلى سيناء وقد رفض المصريون رفضا تاما هذا المشروع الذي تحدث عنه الإسرائيليون وهنهم يعرفون بأن من سيخرج من غزة لن يعود إلى غزة أبدا وسوف تنتهي مسألة غزة وتمحى غزة الفلسطينية عن الخارطة ولذلك أصروا على أن لا يخرج أحد ولا يتم تهجير أهل غزة هذه نقطة بالتوازي المملكة الأردنية رفضت الموضوع غزة وتهجير من غزة لأنها تعرف بأن هناك مخططة ربما يحضر له من جهة الإسرائيليين بهذه المناسبة وتحت هول الصدمة صدمة عملية 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى والحرب الدائرة في غزة وغبار هذه الحرب أن يبدأوا بدفع الفلسطينيين أهل الضفة الغربية بدفعهم إلى الحدود نحو الأردن ولذلك شهدنا قبل ثلاثة أيام بالتحديد أن هناك حجدا عسكريا أردنيا كبيرا على الحدود مع إسرائيل وهذا ومع الضفة الغربية تحديدا أكثر ما رده بأن الأردنيين يتوجسون من نوايا الإسرائيليين لسيما بأن هناك حملات نفسية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر طريقة التحرش الإسرائيلي بأبناء الضفة الغربية من أجل ربما في مرحلة لاحقة الانتقال من الضغط على أبناء غزة إلى الضغط على أبناء الضفة الغربية وهذا موضوع قطير جدا 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 ولذلك الأردنيون شديدوا الحرص وشديدوا التوجس من النوايا الإسرائيلية لسيما هذه الحكومة لسيما كل التوليفة الحكومية الإسرائيلية وهي توليفة مجنونة توليفة متطرفة ومجنونة ليست فقط متطرفة إنها مجنونة ويمكن أن تقضب على ما لا يقضب عليه أحد غيرهم في إسرائيل من الحكومات الأخرى الضغط الثاني وهو ضغط الإيراني على ومجموعة الإيرانيين والفصائل الإيرانيين في المنطقة طبعا لحساب المشروع الإيراني الضغط على الأردنيين الضغط في مكان ما جزء منه داخلي يتم تحريك بعض الأشخاص وبعض المجموعات تم تحريكهم في بداية الحرب لكن هدأت الأمور وأعادت السلطات الأردنية الإمساك بالأرض بمكان ما لكن الخطر أيضا هو هذا الضغط وهذا الضغط الغير مفهوم والغير منطقي على الحدود الشرقية للأردن مع العراق على منطقة تريبيل معبر تريبيل بين الأردن والعراق هذا الضغط هو ضغط خطير وخطير للغاية وخصوصا بأنه ليس هناك من مناسبة ولا من عذر لهذا الضغط ولتجميع كل هذه الفصائل وكل هؤلاء الذين يتجمعون ويقومون بمهرجانات خطابية وهم أصبحوا حوالي 20 إلى 25 ألف شخص ومن أجل ماذا؟ من أجل العبور إلى حدود الضفة أو إلى حدود مع إسرائيل وهذه مسألة يتوجس منها الأردنيون ويشعرون بأنه هناك من يريد أن يستهدفهم الإسرائيلي من جهة والإيراني من جهة أخرى ولذلك هم حذرون وهم متشددون في هذا الموضوع ولذلك نقول بأن الأردن نعم هو في خطر في خطر لأنه مطوق من مجنون إسرائيلي ومن طامع إيراني في الجهة الأخرى وهذه مسألة يجب أن ننظر إليها وأن نراقبها بدقة نختم بكلمتين بدقيقتين مع موضوع غزة موضوع غزة موضوع في تقديرنا مستمرة الحرب على غزة ربما تحصل هدى وربما تنجح عملية التبادل كما يقال بين الطرفين تبادل الرهائن والأسرة في مكان ما لكن لا تزال أمام إسرائيل فزحة زمنية قد تقصر وقد تطول حسب المعطيات وحسب ما يمكن بين مزدوجين أن ينجزه الإسرائيلي بمعنى إما أن يحقق إنجاز عسكري كبير في الشمال ويسيطر سيطرة تامة على المنطقة الشمالية ويبدأ بالضغط على المنطقة الجنوبية أكثر مما هو حاصل اليوم أو أن يكتشف مزيدا من الأنفاق قال بأنه ادعى الإسرائيليون أنه كتشفوا نفقا طوله 55 مترا عمقه 10 أمتار في الأرض واستضافوا بعض الوسائل الإعلامية اللاسيما الأمريكية أنا رقبت على سيانان وبعض القنوات العربية لكن سيانان كانت موجودة مباشرة ومراسل سيانان كانت موجودة مباشرة وعين الموضوع لكن طبعا هناك الرقابة العسكرية الإسرائيلية ولذلك ليمكن الركون إلى هذه الرواية لكن إذا اكتشفوا مزيد من الأنفاق ووصلوا إلى ما هو أبعد من هذه الأنفاق واستطاعوا أن يطوقوا ويخنقوا هذه النواة الصلبة من حماس التي تقاتل في وسط مدينة غزة قد يحصلوا على وقت إضافي لمواصلة الحرب لكن الحرب يمكن أن تطول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر